ازاي اوكم يا جماعة عاملين ايه النهاردة هنتكلم مع بعض عن تلاجة اريستون. هنتكلم عن المميزات والعيوب والاسعار بس في البداية متنسانيش باللايك وسبسكرايب لو استفدت ولبا اول نقطة معنا نقطة المميزات اللي ضع الدخلية بتاعتها لد بتبقى ممتازة وشكلها حلو جدا. فيها نظام تهوية ديناميكي بيخلي حركة الهوى جوة التلاجة ممتاز وبتوزع الهوى بشكل كويس جدا جوة التلاجة. وبيخلي درجة الحرارة كمان ثابتة. اه وما فيش عندك طبعا اه تلاقي اكل مسلا سائع واكل تاني سخن لا هي ما فيهاش الموضوع ده. فيها انزار لو اه حضرتك سيبت الباب مفتوح. وده طبعا عشان يحافظ لك على التلاجة وما يحصلش عندك تصريب في الفريون او يحصل اي ضرر في التلاجة او الاكل بتاعك. المكان اه بتاع الفريزر اه في مكان اه عشان تصنع التلج للناس اللي هي بتحب بتعمل تلج اه او قطح تلج وكده في مكان في الفريزر للموضوع ده. بالاضافة طبعا ان فيها خاصية النوفروست وده عشان تكون سهل التنظيف على ست البيت. القرفف اه قابلا للتعديل حسب الحاجة وده بيخلي الاستغلال بتاعها للمساحات الداخلية افضل. موفرة جدا في الكهربا. فيه موديلات كفاة الطاقة بتاعتها بيه وبعض الموديلات اي بلاس وبعض الموديلات اي دابل بلاس. خدمة مباعد البيع بتاعتها كويسة وموعدهم مظبوطة. اه ودي اه طبعا حاجة بتتميز بها اريزتون الحقيقة. فيه عندنا خاصية التبريد السريع. وفي اه التخاصية دي بتشتغل في التلاجة بشكل اوتوماتيك. يعني لو درجة الحرارة عالية فجأة جوة التلاجة. اه بتشتغل. ولما بتوصل للدرجة الحرارة الطبيعية الخاصية دي بتقف عن التشغيل اه اوتوماتيك. من غير ما انت تتزبطها يعني. ودي ميزة اه ممكن مش هتلاقيها بتلاجة تاني. العيوب بتاعتها انها ضمان اه خمس سنين. اه ودي فترة قليلة. وخصوصا اه في انواع تانية بنفس الفئة السعرية وضمانها بيكون اه عشر سنين. اه وده انا شايفه عيب اه وحش جدا فيها. لان انا بحب المنتجات دي تكون معمرة. اه وحس ان انا دفعت الفلوس بتاعتي ومش هخسرها تاني يوم. اه هخسرها يعني على الفترة قريبة. ده كل ما تطول الفترة بتاعت الضمان فدي حاجة بتأميني وبكون مبسوط بيها. اه بعض الناس اه بتشتكي منها في فصل الصيف. ولازم للأسف التلاجة دي تحطها في مكان كويس جدا التهوية بتاعته. وما يكونش المكان ده فيه رتوبة عالية. عشان تشتغل معاك بشكل كويس وبدون مشاكل. بعض الموديلات كمان القديمة كان بيحصل فيها تسريب تسريب مية كده. اه في الارضية بتاعتها. بس حاليا العيب ده يعني مش منتشر بصورة كبيرة اه في الموديلات الحديثة. الكويس بتاع باب التلاجة سهل شوية ان هو يبوز. اه فمحتاج للحرس وانت بتتعامل معايا علشان ما يبوزش منك بسرعة وتحتاج انك تغيره. اه بالاضافة انها بصراحة هنتكلم دلوقتي بقى عن الاسعار هي غالية شوية اه لو قارنت ما بينها وما بيق انواع تانية في نفس الساعة الفئة السعرية يعني ونفس الساعة الليترية بتاعتها. اه 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 اتنين واربعين لتر. عاملة حوالي سبعتلاف وخمسمائة جنيه. التلتمية اخامسة وتمانين لتر بتمنتلاف ومتين جنيه. التلتمية اربعة وستين. البقى اللي هي عبارة عن باب واحد. اه بتسحتلاف وتسعمية. ويه التلتمية 38 لتر بفريزر من تحت بقى 10,000 جنيه دي كل حاجة عن تلاجة قريستون ولو عندكم اي كومنتات اكتبوها وانا هرد عليكم ورب تكونوا استفدتم ولو بمعلومة صغيرة ما تنسونيش باللايك وسبسكرايب وقالوكم سلام